اهلا بكم مشاهدين واستاذ مباشر واطلال على ابرز الاحداث الرياضية راحب بضيفي في السدو النقد الرادي احمد سعد احمد اهلا وسهلا بكم اهلا بكم مصطفى اهلا بكم مشاهدين جميعا تقدم المحام سامير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة امن الدولة العليا ضد رئيس وعضاء مجلس ادارة النادي الاهل المصري والمسؤول عن صفحة النادي على موقع فيسبوك وطلب صبري بالتحقيق فيما وصفه بالتحدي السافر لأحكام القضاء المصري والدستور والقانون ولمشاعر أسر الشهداء في تهنيئة نشرتها صفحة النادي الاهل الرسمية على فيسبوك للاعب النادي الاهل السابق ومنتخب مصر محمد ابو تريكا واشار مقدم البلاغ الى ان محكمة النقد المصرية اصدرت اول حكم نهائي برفض الطعن الذي قدمه ابو تريكا واخرون على ادراجهم ضمن قوائم الارهاب لمدة خمس سنوات وتابع مقدم البلاغ انه لا يجوز لأي مؤسسة مصرية مهما كانت ان تحتفل بما وصفه ارهابيا هاربا باعتبار ذلك تعديا على احكام القضاء والدستور والقانون وكان الحساب الرسمي للنادي الاهل على فيسبوك قد هنأ نجمه السابق ونجم منتخب مصر محمد ابو تريكا بمناسبة عيد ميلادي قائلا نحتفل اليوم بعيد ميلادي امير القلوب محمد 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 ابو تريكا نتمنى لك عيد ميلاد سعيد هذا وانتقد الاعلامي عمر اديب في برنامجه تانية النادي الاهلي بعيد ميلادي اللاعب محمد ابو تريكا لانه مدرج على قوائم الارهاب مطالبا بازالة منشور التهنية واعلن اديب تقديم بلاغ على الهواء للنائب العام ضد الاهلي لتهنية ابو تريكا مشيرا الى ان ابو تريكا لم يقدم التعزية في الضحايا الذين سقطوا من القوات المسلحة والشرطة على حد ان النادي الاهلي المملوك للدولة المصرية النادي الاهلي المؤسسة الرياضية التربوية ما ينفعش تهني ابو تريكا ما ينفعش والارزق على الله ما ينفعش ليه ما ينفعش لانه ابو تريكا مدرج على قوائم الارهاب حاجة من اتنين يا جماعة يا النادي الاهلي ما بيعترفش بالقضاء وما بيعترفش باحكام القضاء يا النادي الاهلي قرر انه هو يتخطى كل ده انه الاهلي فوق الجميع الاهلي فوق الارهاب الاهلي فوق الاخوان واحنا حنهني ابو تريكا مؤسسة النادي الاهلي برئيس مجلس ادارتها محمود الخطيب ونائب الرئيس العامري فاروق بيهنه الكابتن ابو تريكا هل ده ينفع هل ده يجوز انا بقى ببلغ النائب العام دلوقتي بقوله النادي الاهلي بيرفع من شأن وبيقيد وبيهني والحفلة بتاعته الفيديو موجود تكريمه لابو تريكا ومكسوم وشوبير وحسن حمدي ومجد عبدالغاني وردا على مزاعم اديب تداول ناشطون تغريدات سابقة لابو تريكا للرد على اتهامات الاعلامي اديب بان ابو تريكا لم يقدم التعازي في ضحايا القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين سقطوا جراء الحوادث الارهابي ففي يوليو 2017 وبعد مقتل عدد من رجال القوات المسلحة المصرية برفح غرد ابو تريكا عبر حسابه على تويتر وقدم التعازي قائلا الدفاع عن الوطن والارض له تضحياته وهناك من يدفع الدماء وحياته في سبيل ذلك وجنود مصر مثال على ذلك رحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته وفي نوفمبر 2017 غرد ابو تريكا معزيا في ضحايا مسجد الروضة قائلا رحم الله شهداء مسجد الروضة واسكنهم فسيح جناته وحافظ الله بلدنا مصر من كل مكروه وسوء وفي يونيو 2019 وعقم استداف كمين العريش بمحافظة شمال سيناء ومقتل ضابط وأمين شرطة وستة مجندين غرد ابو تريكا أصوات تعلوا بتكبيرات العيد وأصوات أخرى تعلوا بنطق الشهادة للقاء ربهم رحم الله شهداء الوطن في كمين العريش وخالص التعازي للشعب المصري وفي إبريل 2020 وعقب حادث بئر العبد بشمال سيناء كتب أبو تريكا رحم الله شهداء مصر في مدينة بئر العبد وأسكنهم فسيح جناته وحافظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه ما زلنا في مصر حيث أصدرت إدارة النادي الأهل بيانا عبرت فيه عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان محمد عاد الحكم مباراة القمة أمام الزمالك في أحد البرامج الإذاعية التي قال فيها أنه شعر بالتوتر لدى لاعبي الفريق الأبيض بعد الهدف الثالث الأحمر وأنه اضطر للتحدث مع المساعدي وأبلغهم بضرورة احتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصبهم سنعود إلى هذه التفاصيل كلها فيما يخص حكم مباراة كورة قدم لكن في البداية دعنا نذهب إلى القضية التي هي موجودة الآن كابتن أحمد سعد على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل أو تصرحات عمر أديب عمر أديب يزعم أن أبو تريكا لم يعزي أبدا في شهداء الوطن وفي ضحايا القوات المسلحة والشرطة ونحن ذكرنا ما ذكره المغاردون من تغريدات لأبو تريكا يعزي فيها في شهداء مصر بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أعجب أن أقول لحضرتك أنه واضح أن عمر أديب يبدو أنه فيه حاجة شخصية منه تجاه محمد أبو تريكا لأنه عمر أديب مش دي المرة الأولى اللي يطلع وينتقد فيها محمد أبو تريكا ويهاجم محمد أبو تريكا بهذا الشكل لسه قريب جدا يعني إذا افترضنا أنه هو عمر أديب منزعج من أنه النادي الأهلي بيهنق محمد أبو تريكا على اعتبار أنه إرهابي زي ما يزعم هو فهو من قريب كان بيلوم أبو تريكا أنه خرج من الاستوديو لما شعر بحزن على المشجع اللي كان أصيب فيه المدرجات بأزمة البيع وريب كان أبو تريكا خرج من الاستوديو وقال أنا مش قادرة أكمل طريع عمر أديب برضو بيهاجم محمد أبو تريكا رغم أنه أمر شخصي رغم أنه شخصي جدا ومالوش علاقة بمصر ومالوش أي علاقة بأزمة أبو تريكا فبالتالي يبدو أنه عمر أديب عنده مشكلة شخصية الحاجة الثانية اللي أنا عايز أقولها أنه عمر أديب يبدو أنه تقريبا مش عارف أو عارف وبيدعي أنه مش عارف أنه موقع الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بتاعة النادي الأهلي كلها تبع شركة خاصة الشركة الخاصة دي بتشرف عليها شركة بريزنتيشن واستداد دي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة إدى كل وسائله الإعلامية لشركة بريزنتيشن هي اللي بتديرها الأهلي مجرد أنه هو النادي والشركات دي هي اللي بتدير هذه المواقع وبتدير كل حاجة القناة بتاعة النادي الأهلي وصفحات بتاعة الفيسبوك وتويتر كل دا بيديرها الشركة بريزنتيشن فبالتالي هو يعني ربما يكون مش عارف هذا الأمر نعم ربما هناك أمر آخر أريد أن أسألك فيه الحديث عن أنه أبو تريكا يعني دائما ما نجد سمير صبري المحامي المتخصص في مثل هذه القضايا مباشرة ذهب يرفع بلاغ لنائب العام أو يقدم بلاغ لنائب العام ضد النادي الأهلي وغيري هل قضية أبو تريكا وإدراجه على قوام الإرهاب البعض قال أن هذه القضية تم نقضها والمحكمة أخرجت أبو تريكا من هذا الأمر لكنه تم إدراجه مرة أخرى في رأيك أبو تريكا هل ثبت من مثل هذه الأشياء أن أبو تريكا فاقت حسن السمعة كما قال عمرو أديب أو أبو تريكا إرهابي أو أبو تريكا يده ملوثة بالدماء أو أبو تريكا يعني هناك ما يدل على أنه دعم الإرهاب أولا مصطلح الإرهاب وظهور الإخوان والكلام على الانتساب للإخوان كل هذا ظهر بعد ثورة 25 يناير بعد 2011 والثورة التي قامت على حسن مبارك وعلى دولة حسن مبارك وعلى نظام حسن مبارك وأسرة حسن مبارك فبالتالي لو محمد أبو تريكا كان يبقى إرهابي وهيبقى بحارب الأنظمة في مصر بدعوة أنه ينتمي للإخوان التي عملت ثورة 25 يناير يبقى من باب أولا محمد أبو تريكا هيبقى في حرب بينه وبين نظام مبارك ولكن بعد وفات والد محمد أبو تريكا كان علاء مبارك وجمال مبارك موجودين في صرادق العزاء ومحمد أبو تريكا بعد وفات حسن مبارك اللي احنا قامت عليه الثورة كان بيتصل بعلاء مبارك وبيعزيه أو بيعمل تويتع على صفحته وبيعزي فيها مبارك فبالتالي كل ده يؤكد أن المسألة بتاعة محمد أبو تريكا وربطه بمسألة الإرهاب دي مجرد مسألة لشيطانة أبو تريكا والحرب على أبو تريكا هدفها أنه ما يبقاش فيه أي رموز للجماهير في مصر ما يبقاش فيه نجم الناس تلتف حوله ما يبقاش فيه قدوة بالنسبة لهم ما يبقاش فيه واحد بحجم وإمكانات وشهرة محمد أبو تريكا فبالتالي احنا دلوقتي كل الرموز الكبيرة سواء السياسية أو الرياضية أو الاجتماعية أو الفنية كلهم يا إما دلوقتي محبوس أو قاعد في بيته مقهور أو ممنوع من الكلام أو أي حاجة من الحاجات دي فبالتالي مش مسموح دلوقتي لأي ندم يظهر في أي مكان داني دعني أنقل لك ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالمناسبة هذا الفيديو على يوتيوب جميع التعليقات كلها تستنكر كلام عمراد رجعت يمكن 95% منها وأيضا هناك من قال بأن عمر أديب يفعل شيء من أمره إما أنه خمسة ثلاثة هزيمة نادي الزمالك وهو زمال كو بالمناسبة يعلن ذلك أنها موجعة بالنسبة له وإما ولذلك الهجوم على نادي الأهلي بكل وبتركة فيه وإما الأمر الآخر أنه عمر أديب يريد أن يوصل رسالة إلهاء الناس أو أمر ذلك هل توفق على هذا الطرح؟ 100% أن عمر أديب بيستخدم دائما في عمل بعض القضايا المسيرة للجدل التي تجعل الناس تنشغل عن قضايا أساسية في المجتمع وده معروف عن عمر أديب ومعروف عن بعض الإعلاميين اللي بيشتغلوا في وسائل الإعلام والناس كلها تعرفهم فبالتالي عمر أديب من الجائز جدا أنه يكون واخد هذه المسألة على سبيل أنه يكون في قضية معينة مطلوب أن نلهي الشعب في هذه الوقت فنعمل موضوع زي كده الحاجة الثانية إذا حضرتك تقول أنه عمر أديب بيعترف دائما أنه زمال كاوي وبالتالي من الجائز جدا أنه يكون هذه المسألة هي نوع من النكاية والانتقام من نادي الأهل لأن أنت النهاردة بتنتقم من النادي الأهل ما بتنتقمش أبو تريكا أبو تريكا خلاص موصوم بالإرهاب وعليه قضايا وممنوع من النزول مصر فأنت دلوقتي بتطالب بتقديم بلاغ للنائب العام وبالفعل النهاردة سمير صبر المحامي بيروح وبيقدم بلاغ للنائب العام ضد النادي الأهل إذن المسألة هدفها موضوع تاني خالص ما هوش مسألة أبو تريكا الفكرة أنه هو أبو تريكا من الجائز جدا يكون الفكرة بتاعت احتفال بعيد ميلاد أبو تريكا وكتابة بوست على صفحة الفيسبوك بتاعت النادي الأهل من الجائز تكون خطأ جايز ربما يكون المحرر اللي موجود في هذه الخطرة أخطأ وعمل هذا البوست المعتقد أنه ممكن يعمل رواج للصفحة بتاعته فبالتالي ممكن يكون هذا الأمر لازم كان الأول يبقى فيه اتصال على مستوى المحترمين ويبقى فيه تواصل مع إدارة النادي الأهلي ويفهم ربما النادي الأهلي يا أخي يبادر بالمسألة ويقول لك لا إحنا بنعتذر عن هذه التويتا أو البوست من الجائز جدا سريعا جدا يعني أيضا يعني في كلمة هل كل هذا الكلام والحديث عن أنه أبو تريكا أمير القرب هل هذا الكلام سيؤثر على شعبيت أبو تريكا بالعكس إذا أنا شايف ده هيزود شعبيت أبو تريكا لأنه كلما أبو تريكا من ناسة تعتقد أنه تنسى ترح تحصل حاجة زي كده تحيي نجومية أبو تريكا أرجو أن تبقى معي كابتن أحمد سعد مشاهدين كان الحكم الدولي محمد عاد الحكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بخمسة أهداف لثلاثة قد أثر جادلا واسعا عبر مواقع التواصل بعدما أكد في تصرحات إذاعية أن أصعب لحظات المباراة كانت بعد تسجيل الهدف الثالث لفريق الأهلي وهو ما تسبب في توتر لعب الزمالك بسبب النتيجة وليس بسبب قرارات التحكيم أصعب اللحظات بعد الهدف الثالث للأهلي لما حدثت أن لعبة الزمالك ابتدت تتوتر مش من التحكيم توتر من النتيجة الكبيرة والنتيجة العالية حتى كان في السماعات مع السادة الزملاء أقول لهم مانج من الإدارة إحنا دلوقتي في مرحلة الإدارة لأنه سهل جدا أنت أي حد يعمل أي حاجة كارت في كارت بر نعم هتبقى أنت محتويش اللعيبة نعم فالحمد لله عدينا الشوت الأول والشوت الثاني المباركة الممتعة أكتر من الشوت الأول هدف هنا وهدف هنا وقدرنا نخرج بها ما نحبش لبر الأمان بالشكل اللي يرضي الناس كلها ويرضي الفريدين نضمي لنا عمر الهاتف من الدوحة الناقض الرياضي والحكم الدولي السابق ناصر صادق كابتن ناصر صادق كنت حكما دوليا وحكمت في كأس العالم وبطورات كبيرة هل من حق الحكم أن يراعي الفريق الآخر بهذا الشكل يحاول احتواه على حساب قرارات تحكمية لا طبعا لا طبعا وهذا مبدأ خطأ يعني أنا كنت أول كلمة لقيته هو ألها في الكلام بتاعه الكابتن محمد عادل اللي هو إيه أنا مش هقول بر الأمان لا هو أدار المباراة بطريقة خديمة في التحكم المصري معروفة اسمها طريقة بر الأمان هو يدير المباراة بأي شك بأي خروقات فنية وإدارية بحيث أن هو يوصل يرضي الفرقتين أو يرضي في الملعب ويقدر يوصل لنهاية المباراة وهذا طبعا مبدأ خطأ لأن هذا المبدأ أولا هو كحكم بيقضي عليه يجي حكم مباراة أخرى لنادي الزمالك مثلا أو نادي الأهلي ويبقى مضطر أنه يستمر في سياسة بر الأمان دي على حساب قانون الكرة القدم المباراة شهدت خروقات إدارية والإدارية هنا مقصود بها قرارات للقرارات الإدارية للإنظار والطر في خلال المباراة بشعة يعني أنا شفت صور وشفت مقاطع فيديو بشعة للعيبة للعيبة بيحضنوا اللعب بيحتضنوا بيعترض لدرجة بيحضنوا كده وأخر يعترض بشكل يعني القانون الكرة القدم بقول لك اللعب ينظر وتظهر له البطاقة السفراء إذا امتعد من قرار الحكم يعني امتعد يعني بس إيه ودي بتسمى في قانون الكرة هنا كبت الناصر هنا باختصار شديد أسألك سؤال هل من الممكن يعني من الممكن ما قاله الحكم الدولي محمد عاد أن يؤثر على إدارته لمباراة قادمة لفرق أخرى البعض يعني ينفعل معه حتى يؤثر على قراراته والله أنا واحد من الناس يعني وجهة نظري أن الحكم بيبني شخصيته في الملعب من هو درجة ثالثة لسه من هو لسه طالع لأن اللعيبة بيتعودوا على الإدارة بتاعته لكن أعتقد أن في مصر الدنيا مختلفة شوية هو مباراة الأهل والزمالك قد تعطيه ثقة أكبر في المباراة القادمة ولكن هتحمله مسؤولية يعني هتحمله عبء كبير مش مسؤولية عبء كبير قدام الفرق اللي هو تهاون قدامها ويفرق في قانون تبكر قدم على حساب علشان يوصل لبر الأمان زمال فطبعا شكرا هيبقى مضطر 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 إما أنه يطبق القانون وهو هذا الصح المظبوط حتى لو مباراة أهلي شكرا كابتن ناصر أو أنه يتغاضى عن تصديق القانون كما حدث في مباراة القمة عشان تبر الأمان ودي كارثة كبيرة جدا هتعيب التحكيم المصري لسمين كابتن ناصر صادق أشكرك أشكرك كابتن ناصر صادق الحكم الدولي سابق تعليق سريع كابتن أحمد سعد على هذه التعليقات لحكم الدولي هو يعني طبعا فكرة أن الحكم يمانج المباراة أو يعملها أو يديرها ببعيد عن تفعيل القانون ده أمر خطئ جدا والتصريحات التي قالها محمد عادل كارثية بكل مقياس لكن الحقيقة نحن منعرفش الخلفية بتاعة محمد عادل ربما محمد عادل يتلقى تعليماتنا في مصر من الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية دلوقتي تقريبا هي التي تدير المباراة بشكل كبير لها دور غير خافي لكن دعنا نذهب خليني خلفك في هذه النقطة لسبب أقول لك لسبب أخلفك لسبب لأن الحكم الدولي محمد عادل ليس موجود معنا والحكم الدولي محمد عادل بعيدا عن هذه التصريحات الكل أشادة أشادة بما قام به ربما التصريحات هي أنا بقول لحظة لك ربما يكون تلقى تعليمات أو اتصالات إحنا عايزين نخلص المباراة دي بشكل هادي وتخرج بشكل هادي فربما يكون هو عنده مسئولية أخرى إحنا ما نعرفهاش لأنه محمد عادل الحقيقة لما نيجي نبص للمباراة أنت من الجائز جدا الحكم يلعب هذا الدور في أوقات معينة يعني ممكن الحكم يلعب دور أنه يهدي اللعبة لو شاهد المباراة بتتوتر بيبقى فيه دور هنا الحكم فمحمد عادل لما نشوف القرارات اللي خدها بعد الهدف التالت اللي أحرزه الأهل اللي هو قال فيه الأهل يتوتر هنلاقيه أنظر ثلاثة من لعبة الزمالي فبالتالي إذن هو مش ينحاز وإنما هو كان شايف المباراة بطريقته الخاصة فمحمد عادل سعدنا خضرت شكرا جزيلا لك على وجودك معنا شاهدينا بهذا ينتهي أستاذ مباشر وتنتهي مساءة الليلة نشكره على طيب المتابعة نلقاكم غدا بإذن الله في أستاذ مباشر جديد ومسائية جديدة سلام الله عليكم ورحمة وبركاته شكرا كبير